حدثنا سفيان بن عويين تحدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أبوه قال نزلت على أم أيوب الذي نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليها فحدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تكلفوا طعاما فيه بعض هذه البقول فقربوه فكرهه وقال لأصحابه كله إني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي يعني الملكة حثنا سفيان عن عبيد الله عن أبيه عن أم أيوب قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزاءك حثنا سفيان بن عويين تحدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أبوه قال نزلت على أم أيوب الذين نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليها فحدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تكلفوا طعاما فيه بعض هذه البقول فقربوه فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه كله إني لست كأحد منكم إني أخاف أن أوذي صاحبي يعني الملكة حثنا سفيان بن عويين تا عن عبيد الله يعني أبن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزاءك ترجمة نانسي قنقر